ما حدث بعد نهاية هذا الأمر بعدها في أقل من ساعة الهيئة الوطنية للإعلام عملت بيان الحقيقة تستحق من خلال هذا البيان كل التقدير وكل الاحترام لأنه خلال الفترة السابقة أمام حضراتكم أو حنجيب لحضراتكم دلوقتي البيان ونتكلم عنه لأنه خلال الفترة السابقة الهيئة الوطنية للإعلام قالت تتعامل بحيادية تامة مع كافة الأندية الرياضية المصرية وتم إحالة المزيح حسام حداد للتحقيق وإقافه عن العمل قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المزيح حسام حداد للتحقيق وإقافه عن العمل ولم يقفوا عن العمل لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى وتؤكد الهيئة الوطرية الأعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية ترجمة نانسي قنقر